اشهد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بتعديلات بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل مؤكدا أن موافقة السلطة التشريعية على هذه الخطوة تعزز من منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين وخلال ترأسه اجتماع مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان أشار العسومي إلى أن تعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل من شأنه أن يعزز من الحقوق الخاصة بالنزلاء مؤكدا أن هذه الخطوة تعد استكمالا لمسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المعظم كما أشاد العسومي بجهود الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي عكست توجيهات الملكية على أرض الواقع وفي هذا السياق نشيد بما حققته مملكة البحرين من إنجازات على صعيد الصون وحماية حغول الإنسان وهو ترجمة لتوجيهات وقيادة حضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مملكة البحرين المعظم حافظ الله ورعاه وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سنمار بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله وامتداد لنهج المملكة الراسق والأصير المستمد من قيمها الحضارية والإنسانية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يحظ على قيم الحق والعدل والتي عززت من مكانة المملكة وجعلت منها نموذجا متميزا يحظى بكل التقدير والاحترام من قبل المجتمع الدولي وهو ما كان محل إشادة أمميا وعربيا ونشيد بالمصادقة على قانون مأسسة الإصلاح والتأهيل الذي يعد خطوة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين اشتركوا في القناة